لاجئنا بلا مصير حملة يطلقها سوريون للنظر في ملفاتهم العالقة في أروقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عوام طويلة ينتظر فيها اللاجئ دراسة حالة عائلته للهجرة إلى بلد أوروبي خاصة الحالات الطبية والإنسانية المستعصية منها ولعبد الرؤوف طفلة تحتاج لرعاية طبية لا توجد في تركيا ينتظر منذ العام 2018 أن يتحرك ملفه ينظر علينا بإنسانية نتمنى منه لأنني مثل أنا عندي طفلة عندها انسداد صمام بالقلب وانسداد شريان والوضع يعني هون بتركيا ما نعرفانين عكف عفريت يعني لا سمع هلاء صار شي معنا ما نقدر من نتصرف بشي بالنسبة للأطفال يعني هدول أطفال مثل ما بقولوا ووضعا صعب يعني مثل انسداد صمام بالقلب وانسداد شريان هاي شغلة يعني لله الأمر ونحن نتمنى من المفوضية السامية النظر بملفاتنا النائمة عدم الاستقرار والخوف على مستقبل الأطفال هو الدافع لطلب الهجرة من تركيا يقول زكريا الذي يحلم بأن يسمع صوت طفله ذي الخمس سنوات بعد إخباره بعدم قدرة تركيا على تقديم العلاج له يحلم السوريون بالاستقرار والأمان في تركيا ويعتقد من قابلناهم أن الوضع الحالي أشبه بالكابوس خاصة من ناحية عدم الاستقرار والوضع المؤقت للانتقال من لجوء إلى لجوء آخر يحمل استقرارا أكبر كما يعتقدون هذه المناشدة التي يحاول أصحابها رفع الصوت والإضاءة عليها بعد انتظار لسنوات والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازع انتاب جنوبية تركيا ترجمة نانسي قنقر